بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين هذا هو الدرس الأخير في شرح مقرر المدخل إلى الفقه وسيكون كلامنا إن شاء الله تعالى حول اختلاف العلماء كيف بدأ الخلاف أو الاختلاف بين العلماء وما أسبابه وما موقفنا منه فأما بداية الاختلاف بارك الله فيكم فإن الاختلاف في هذه الأمة بدأ مبكرا بدأ الاختلاف في هذه الأمة في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم وبعض الناس ربما يتوهموا أن الخلاف ما وجد إلا في العصر المتأخر وهذا غير الصحيح بل ظهر الخلاف في فهم النصوص كما ذكرنا في أكثر من مناسبة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أمثلة ذلك الحديث الذي ذكرناه مرارا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريضة فاختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العمل بذلك النص ولذلك حصل الخلاف مبكرا وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حصل الخلاف في مسائل كثيرة يعني مثلا أذكر بعض النماذج من ذلك الخلاف الذي حصل أن عبد الله بن عباس وهو من هو في العلم حبر الأمة ترجمان القرآن كان يرى أن الرباء يكون في النسيئة فقط وأنه لا رباء فضل ما في رباء فضل ويستدل على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا رباء إلا في النسيئة وأنت تخيل أن هذا الرأي الذي يقوله عبد الله بن عباس جماهير العلماء على خلافه ولو أخذت مثالا وأبقى مع الصحابي جري عبد الله بن عباس أخذ أمثلة في الفرائض فقط في الفرائض عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يرى أنه لا عول في الفرائض نحن عندنا في الفرائض في باب اسمه باب العول ما معنى باب العول هو أن تزيد فروض المسألة على أصلها أن تزيد فروض المسألة على أصلها مثاله ماتت امرأة وتركت زوجا وأختين شقيقتين وأم فإن الزوج يأخذ النصف والأختان الشقيقتان تأخذ ها تأخذ الثلثين صح والأم تأخذ كم السدس لوجود جمع من الإخوة كم أصل المسألة أصل مسألة ستة للزوج ثلاثة وللأختين أربعة وواحد للأم اجمع الآن ثلاثة أربعة واحد كم المجموع ثمانية أصل المسألة كم تعول من الستة إلى الثمانية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يرى العول في الفرائض ما في عول يقدم عنده من قدمه الله فيعطى لزوج النصف والباقي بعد ذلك للأم والأختين فهمتم ولا لا إذن ما في عول أول عول ظهر في الإسلام كان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حصلت مسألة ماتت امرأة وتركت زوجا وأختي هذه تعول تعول إلى سبعة فجاءوا إلى أمير المؤمنين عمر فقال لا أعلم فيها شيئا من كتاب الله فجمع الصحابة واستشارهم فكان رأي جماهير الصحابة منهم أمير المؤمنين علي بن نبي طالب ومنهم العباس والد عبد الله بن عباس أنها تعول أنها تعول وحكم عمر رضي الله تعالى عنه بالعول وانتشر العول بين الناس وحكم به الناس عبد الله بن عباس كان حاضرا وهو يرى أنه لا عول بعد أن مات عمر رضي الله تعالى جاء بعض أصحاب ابن عباس إلى ابن عباس قالوا له إذا تموت أنت ينتهي العول يعني إذا تموت أنت لا أحد يحكم إلا بالعول الناس كلها تحكم بالعول إلا أنت إذا تموت أنت يا ابن عباس ما في أحد يحكم إلا بالعول واضح لا لا فلماذا لم تتكلم في أيام عمر في أيام عمر لماذا لم تقل لعمر أنا لا أرى العول انظر ماذا قال قال لقد هبته وكان رجلا مهابا ما معنى هبته أي لم أستطع أن أخالف عمر هذا هذا عمر ما استطعت أن أظهر الخلاف هيبة وإجلالا وتعظيما له لقد هبته والله لقد هبته وكان مهابا لكنه يخالف انظر إذن الخلاف هذا حصل في عصر الصحابة رضي الله عنهم أعطيك مثالا آخر في الفرائث في مسألة مشهورة في الفرائث تعد من أمهات المساء الخلافية في الفرائث مسألة الجد والإخوة معروف أن الأب يحجب الإخوة إذا مات إنسان وعنده أب وعنده إخوة فإن الأب يرث والإخوة لا يرثون لكن إذا مات شخص وعنده جد أب أب وعنده إخوة هل الجد يحجب الإخوة أو لا هل الجد يحجب الإخوة أو يشتركون واضح زيد بن ثابت الصحابي الجليل العالم الفقيه إمام القراءات والفرائث كان يقول يشترك الجد مع الإخوة عبد الله بن عباس كان يقول إن الجد يحجب الإخوة واضح وحصل الخلاف بينهما مع ذلك ما حصل التقاطع ولا التهاجر ولا التضليل ولا غير ذلك ما حصل وأنت تخيل هذه مسائل مسائل عملية يعني ياتي ناس احكم بيننا إذا جاءوا إلى ابن عباس سيحكم ابن عباس أن الجد يسقط الإخوة أنتم أيها الإخوة لا ترثون وإذا ذهبوا إلى زيد حكم زيد بأنهم يشتركون واضح أو لا مسألة ثالثة أيضا في الفرائث وطبعا مذهب الجمهور تمام هو ما عليه زيد أن الجد مع الإخوة يشتركون هذا الذي مر معنا في الدروس في الرحبية مسألة ثالثة الأم متى ترث السدس ترث الأم السدس إذا وجد فرع وارث صح أو جمعنا الإخوة من مراد بالجمع من الإخوة من مراد اثنان فأكثر عبد الله بن عباس قالنا جمع من الإخوة ثلاثة فأكثر اثنان لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إنما يحجبها إخوة وإخوة جمع وأقل الجمع ثلاثة فيمتمون لا فقال اثنان لا يحجبونها ولذيك على كلام ابن عباس لو مات رجل وترك أم وأخوين تمام فعلى كلام ابن عباس الأم ترث الثلث لأن الأخوين لا يحجبان الأم من الثلث إلى الثلث بخلاف لو كانوا ثلاثة فصاعدا هذا الرأي الذي رأاه ابن عباس خالفه كثير بل أكثر الصحابة بل الذي استقر عليه اليوم الأمر أن الذي يحجب الأمة اثنان كم هذه مسائل ها ثلاث الرابعة في العمريتين العمريتان مسألتان مشهورتان منها امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأبا كيف نورث نعطي الزوج النصف تمام نعطي الزوج النصف نقول مثلا ثلاثة تمام ونعطي الأب ونعطي الأب اثنين من الستة قصر المسلم من الستة ثلاثة للزوج واثنين للأب كم يبقى للأم واحد هل الواحد ثلث الأم تنال الثلث الآن نصيب الأم الثلث هل الواحد ثلث ثلثة ستة لا الواحد ثلث لكن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال هذا ثلث الباقي زاد شيئا اسمه ثلث الباقي ثلث الباقي هذا هل مذكرون في القرآن هل في الفروض التي ذكرت في القرآن شيء اسمه ثلث الباقي ما في ثلث الباقي لكن زيد بن ثابت رضي الله عنه أتى بهذا بثلث الباقي محافظة على القاعدة العامة أنه إذا اجتمع رجل وامرأة في نفس الرتبة فإن المرأة لا تفضل الرجل لا تفضل الرجل أنت لو أعطيت الآن للأم الثلث كم ستعطيها ستعطيها اثنين كم يبقى للأب ستكون الأم أكثر من الأب واضح لنا وبهذا قال ابن عباس وبهذا قال ابن عباس تخيل معي هذا الخلاف كان يحصل هذا فقط هذا فقط في الفرائث وفقط بين زيد في طرف وعبد الله بن عباس في طرف عشرات إن لم يكن أكثر من المسائل ستأتي بعض النماذج الأخرى حصل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم كنت ذكرت لكم مسألة قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رضاع الكبير وأن أمهات المؤمنين كأم سلم رضي الله عنه بقية أزواق النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخالفنها في الرأي ومع ذلك ما حصل التقاطع ولا التدابر ولا التشاحن فيما بينه إذن بارك الله فيكم هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مسألتين مسألة الأولى وجود الخلاف بدايته عدو الصحابة رضي الله عنهم المسألة الثانية أدب الخلاف الذي كان يتمتع به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كلما وهذه قاعدة اتسع العلم قال لا الإنكار وكلما ضاق العلم زاد الإنكار وهذا الذي نراه في عصرنا لقلة العلم الإنكار شديد ربما يخالفك في مسألة اجتهادية فقية ثم يصفك بالكفر واضح لا لا مع أنها مسألة فرعية اجتهادية الدليل فيها ظني محتمل وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة العلم إذن هذا بالنسبة لبدايات الخلاف أسباب الخلاف أسباب الخلاف يمكن أن نجعلها في سببين رئيسين رئيسين أو رئيسيين سبب الأول الخلاف في ثبوت الدليل والاستدلال به والسبب ثاني يرجع إلى الخلاف في دلالة الدليل وفهمه ناتي إلى الأول في ثبوت الدليل والاستدلال به مثلا قد يكون الدليل لم يبلغ لذلك العالم لم يصل الدليل إلى ذلك العالم أصلا ما وصل إليه أصلا وهذا حصل حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم جاءت الجدة إلى أمير المؤمنين أبي بكرين الصديق رضي الله تعالى عنه جاءت الجدة إليه تقول أريد نصيبي في الإرث قال ما أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فدعيني أستشير الناس أستشير الناس فقام المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس تخيل هذه سنة تخفى على من؟ على أبي بكرين الصديق أعلم الصحابة وأكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلمها من؟ المغير بن شعبة فقال أبو بكر هل معك من يشهد لك؟ يوجد شخص آخر؟ فقام محمد بن مسلمة قال أن أشهد بذلك فقضى الصديق أبو بكر للجدة بالسدس إذن الدليل قد يغيب على العالم وإذا كان هذا حصل في زمن الصحابة فزمنه من بعدهم من باب أولى وقصة أمير المؤمنين عمر لما سافر إلى الشام أيام الطاعون وحصل الخلاف هل ندخل مع وجود الطاعون أو لا ندخل فأمير المؤمن يستشير حتى قام عبد الرحمن بن عوف وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون بأرض فإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها وإذا لم تكونوا فيها فلا تدخلوا أو بمعنى الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام فهذه سنة خفيت على من؟ على أمير المؤمنين عمر وعلمها عبد الرحمن بن عوف بل هناك ما هو أعجب من هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والصحابي الجليل الفقيه عبد الله بن مسعود كان يفتيان أن الجنوب لا يقوز له التيمم وأن التيمم خاص بمن عليه حدث أصغر أما من عليه حدث أكبر ما فيه ما في تيمم واضح؟ ما في تيمم إلا لمن عليه حدث أصغر أما حدث أكبر ما فيه جيد فعمار بن ياسر رضي الله عنه يذكر عمر يقول له يا أمير المؤمنين ألا تذكروا يوم أن بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا وكنت معي وأصابتني جنابه فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم جيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك فقال إنما يكفيك الحديث ألا تذكر ذلك اليوم؟ قال لا أذكر عندما كنت أنا وأنت قال لا أذكر يا الله ذهبنا وحصلت لي جنابه وفعلت كذا وكذا قال لا أذكر فقال عمر يا أمير المؤمن إن رأيت أني لا أحدث الناس بهذا الحديث فإنني أم تنع يعني إن كنت ترى أنني لا أحدث الناس أنا استجابة لأمرك لا أحدث الناس ما بيقول هذا أمر لا بد أن أحدث به شاء عمر أم أبا عمر لا إن كنت ترى أني لا أحدث الناس بهذا أنا لا أحدث الناس بهذا قال له عمر نوليك ما توليت يعني مادم تعتقد أنت أن هذا الأمر فعلا ففضل حدث نوليك ما توليت لكن أنا لا أتذكر هذا وعمر يفتي أن الجنوب لا يتيمم واضح للا إذن حصلت هذه المسائل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذن قد يخفى الدليل على العالم إذا كان هذا يخفى على كبار الصحابة الدليل قد يخفى على كبار الصحابة فكيف لا يخفى على من بعدهم لا سيما في زماننا واضح إذن هذا السبب الأول السبب الثاني قال عدم ثبوت الدليل عند العالم قد يصل إليه الدليل لكن يصل إليه الدليل من طريق ضعيف من طريق لا تقوم به الحجة ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه في مسائل كثيرة في مسائل كثيرة علق القول بحكم ما على صحة الخبر فقال لو صح حديث كذا لقلت به عشرات المسائل حتى قال الشيخ اسمه سعيد بن عبد القادر باشنفر ألف كتابا سماه النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر جمع هذه المسائل منها على سبيل المثال مسألة الوضوء من أكل لحم الجزور لحم الإبل الإمام الشافعي رضي الله عنه بلغه قال لو صح هذا الحديث لقلت به قال قال البيهقي رحمه الله تعالى والبيهقي حافظ كبير معيار ثقيل قال قد صح في ذلك حديثا فهو مذهب ولذلك اختار الإمام النووي أن أكل لحم الإبل ينقض رضوء قال لك في الزبت واختير من أكل للحم الجزور واضح إذن قد يصل إليه الحديث ويبلغه لكن من طريق لا تقوم به الحج عنده هذا السابق الثاني السابق الثالث قد يكون هذا الدليل الذي يحتج به الإمام فلان العالم فلان ليس دليلا عندي هو دليل عنده لكنه ليس دليلا عندي فالإمام مالك يحتج أحيانا بعمل أهل المدينة وغيره لا يحتج بعمل أهل المدينة الحنفية يحتجون بالمرسل الإمام الشافعي لا يحتج بالمرسل إذا اعتضد الإمام أحمد يحتج بقول الصحابي الإمام الشافعي في الجديد لا يحتج بقول الصحابي إلا إذا صار إجماعا سكوتيا بأن انتشر قال قولا فيما في الاجتهاد فيه مجال ولم يخالف أحد واشتهر ذلك عنه واضح هذا يحتج به ليس من جهة كونه قول الصحابي بل إجماع سكوتي ولذلك في نظم الورقات قال ثم الصحابي قوله عن مذهبه فهو على الجديد لا يحتج به وفي القديم وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد قد يكون الدليل حجة عند عالم ليس حجة عند عالم آخر قد يكون حجة عند إمام ليس حجة عند إمام آخر هذا من أسباب حصول الخلاف بين الأئمة السبب الآخر الذي هو سبب رئيس الخلاف في دلالة الدليل وفهمه مثال ذلك ما يعرض للدليل من عوارض الأدلة يأتي نص هذا النص مطلق ثم يأتي نص آخر مقيد هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل واضح نص فتحرير رقبة مؤمنة قيدة بالإيمان في موضع في بقية المواضع تحرير رقبة عدق رقبة هل نحمل المطلق هنا على المقيد أو لا لا نحمله قال الإمام ابو حنيف لا نحمل قال الإمام الشافعي نحمل يأتي النهي عن البصاق تجاه القبلة في بعض الأحاديث مطلق في بعض الأحاديث مقيد في حال الصلاة هل نحمل المطلق هنا على المقيد أو يبقى المطلق يبقى على إطلاقه فيكره البصاق تجاه القبلة سواء كنت في صلاة أو خارج الصلاة فهمت حصل خلاف حتى بين الشافعية جيد إذن هذا خلاف في فهم الدليل في دلالة الدليل الدليل بلغ لكن اختلفنا في فهمه قد يكون الخلاف في دلالات الألفاظ وهذا كثير يأتي الأمر هل هذا الأمر للوجوب أو للندب يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى منكم الجمعة فليغتسل أمر فيقول أهل الظاهر للوجوب ويقول الجمهور للندب لماذا للندب قالوا وجد الصارف من توضى يوم الجمعة فبها ونعمته ومن يغتسلها فالغسر أفضل فيجيب إليك فيه ضعف فيه انقطاع فيقول لكن اعتضد بكذا وكذا فهمت أو لا إذن هذا خلاف في دلالة الألفاظ هل الأمر فليغتسل للوجوب أو للندب هل الأمر للوجوب أو للندب تأتي مسألة أخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك يا غلام سمي الله هذا أمر للوجوب أهل الظاهر قالوا الأصل في الأمر الوجوب هذا أمر للوجوب قال الجمهور هذا الأمر للندب ليس للوجوب لماذا؟ قالوا لأن هذا أمر في الآداب وغالب الأوامر التي جاءت في الآداب تكون للندب فهذا منه إذن هذا خلاف في ماذا؟ في دلالات الألفاظ قد يكون الخلاف بارك الله فيكم في تحقيق المناط ما معنى تحقيق المناط تحقيق المناط معنى إثبات وجود العلة في الصورة التي يراد تنزيل الحكم عليها إيش معنى تحقيق المناط إثبات وجود العلة في الصورة التي يراد تنزيل الحكم عليها جيد إذن الحكم ثابت نحن نتفق على أن الحكم ثابت العلة ثابتة معروفة نتفق على هذا إيش باقي؟ باقي هل العلة هذه موجودة؟ في الفرع أو في الصورة أو غير موجودة؟ ما موقفنا؟ بارك الله فيكم من الخلاف يتلخص الموقف في هذه النقاط الأربع نقطة الأولى عدم جعل الخلاف سبباً للنفرة والنزاع وهذا الذي يجعل يرحمه الله الخلاف سبباً للنزاع والنفرة هذا هذا يدل على قلة العلم والوعي والفقه وإلا فالأئمة اختلفوا ولم يحصل بينهم التعادي والتدابر والتباغض لم يحصل هذا بينهم الأمر الثاني عذر المخالف في مسائل الاجتهاد عذر المخالف في مسائل الاجتهاد الثالث عدم تتبع الرخاص والمراد بتتبع الرخاص أخذ المرء بالأهون عليه من كل مذهب أخذ المرء بالأهون عليه من كل مذهب الأمر الرابع المصيب واحد أي نعتقد أن الذي أصاب الحق هو واحد والآخر لم يصب لكنه ماجور أيضاً فالذي اجتهد وأصاب له أجران والذي اجتهد وأخطى له أجر واحد متأمل معي في بقية في بقية الأعمال إذا أخطى لا يثاب لو أنه اتبع غلبة الظن ثم أخطى لا يثاب إلا في الاجتهاد في الاجتهاد إذا اجتهد بذل الوسع بذل الطاقة وأخطى يثاب يؤشر له أجر جيد وإذا اجتهد وأصاب فله أجران وكون المصيب واحد هذا هو الصحيح في المسألة أن المصيب في الفروع الاجتهادية واحد أما في أصول الدين فإن المصيب واحد قطعاً كما مر معكم تقريره في أصول الفقه نكون بهذا بارك الله فيكم انتهينا من هذه الحقيبة نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمي شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر